موسيقى سباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم السبت 17 حزيران منطقة بادارو بين نمو الحركة السياحية والملاهة الليلية وأيضا شكاوى الأهالي سلامي معك توقيع ألبوم موسيقى جديد للموسيقى شرب الروحانة والأخذ تمرانا سعد وغير من التقرير أما تجوفنا لليوم فهن سالي حمود المديرة التنفيذية لجمعية لوياك بلبنان لنحكي معا عن موبارت أو قافلة الفن بمخيمات اللجوء وأيضا الكاتبة كلود جعجة عبد المسيح لنحكي معا عن كتابها الجديد جذورهم لم تحترق إنما البداية ومثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ محمد غازي سباح الخير سباح النور كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا يا هرا تمننا الويكيند كيف؟ الحمد لا تعسب نيحي هالكم يوم شوية غيوم وصافي أكتر شي يعني نعم بس لليوم السبت رح نبلش فيه الحرارة باقي مثل مباري الرطوبة بعدها عالية وفي ضباب على مستويات منخفضة عشان هيك ملاقي عبوء شوية على الساحي الأحد بيضلوا صافي لقليل غيوم في ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبتبلش الرطوبة تنخفض التنين كمان صافي إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الحرارات على الساحل اليوم من 19 إلى 29 فوق جبال 17 إلى 27 بالأرز 11 إلى 21 و بالداخل من 15 إلى 32 درجة بكرة كيف درجات الحرارة قدر احتفرق؟ يعني رح تفرر لشي درجة طلوع ما كتير رح نحس بالفعل؟ لا لا ما رح نحس كتير وبعد بكرة كمان نفس الشي بتطلع لشي درجة أوكي دعتيك ألف عافية نحنا بكرة منحكي يكون أهلا وسهلا صباح الخير فيارات صباح النور جوال لأليكم لكل المشاهدين جولة على عنوين صحف بيروت لصباح يوم السبت منبديها هلأ جولتنا نبدأ مع عنوين صحيفة النهار تمديد فوضوي وقمع عنفي بمادة وحيدة مواقف مرحبة بالاتفاق لمجموعة الدعم الدولية والاتحاد الأوروبي تشكيك أمريكي وعراقي في ترجيح روسيا مقتل البغدادي في غارة على الرقة رحيل هلموت كول الأوروبي العظيم مهندس إعادة توحيد ألمانيا الدول الأربع تعد قائمة شكاوة في شأن قطر وختيما وضمن افتتحية النهار لليوم بألم المطران كيريلو السليم بسرس ولا تدخلنا في التجارب من صحيفة النهار إلى صحيفة الحياة موسكو تعلن قتل البغدادي وواشنطن تشكك بغداد تستبعد ترأسه اجتماعات مع أبرز قيادي تنظيم الجبير تستبعد ترأسه اجتماعات مع أبرز قيادي تنظيم الجبير قطر اتبعت سياسة التخريب في السعودية أكد أن قائمة شكاوة ستقدم إلى الدوحة لمعالجتها التوقي يشتد حول داعش في الصحراء السورية تفجير انتحاري يستهدف قاد جيش الفتح في إدلب البرلمان اللبناني يقر قانون نسبية في جلسة لم تخل من سخونة وتحفظات ماكرون ينتظر تفويضا مطلقا لخطته الإصلاحية سياسيون تقليديون يستنجدون بالناخبين في مواجهة مرشحين جدد ترامب يقر بشموله في التحقيق بملف روسيا معلومات عن غضبه من انتقادات برامج تلفزيونية وبعنوان أخير بركان حروب يلف لبنان ومهرجانات الصيف في مواعدها نصف الجمهور من الشباب والمغتربين من تبع جولتنا وبصحيفة المستقبل الحريري المستقبل أكبر من أن يقزم قانون النسبية صدق واعتراض بعث كتائبي السعودية ستقدم قائمة شكاوى بشأن قطر قريبا استشهادوا ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس مشروعا استطاني كهربائي إسرائيلي في الجولان المحتل وبالعنوين الأخرى مقتل كبير المستشارين الإيرانيين في درعة موسكو ترجح مقتل البغدادي بغارة في الرقة علاوي يطالب إيران بوقف التدخل في شؤون العراق وبالصفحات الداخلية إعلان الويزي يلاقي إعلان الأزهر في أول تموز انتخابات المصارف التلويح بمعركة انتخابية ثلاثمائة ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى سليمان يتجول فيك البلاء برفقة قادة من الحشد وبعنوين أخير حريق لندن غاضبون يشتحون البلدية وحصيلة الضحايا إلى ارتفاع من صحيفة المستقبل منتقل إلى صحيفة الأنوار اعتراضات داخل البرلمان ومواجهات خارجه خلال إقرار قانون الانتخاب محادثات في لندن حول قطر بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين التحقيق باحتمال وجود عمل إجرامي بحريق لندن غارة روسية ربما قتلت البغدادي وختيما كاتب المحلل السياسي لليوم الحريري واستراتيجية الاعتدال والتسوية والاستقرار من الأنوار إلى صحيفة اللواء النظام النسبي يشق طريقه اعتراضات في المجلس وصدمات في الشارع بر مدافعا التسوية بدل الأزمة وغياب جنبلطي عن إفطار المشرف ورد من الحريري الجبير سنرفع قائمة من الشكاوى إلى قطر تتناول دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون العربية تشكيك غربي برواية روسية عن مقتل البغدادي ترامب يخضع للتحقيق بشأن روسيا أكد عدم وجود دليل على التواطئ وبعنوان أخير ثلاثة شهداء بعملية طعن في القدس ثلاثمائة ألف صلوا الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى من تابع جولتنا وبأبرز عنوين صحيفة البلد لليوم القانون يسلك طريقه والمعارضة خجولة للتشويش على العهد روسيا ترجح مقتل البغدادي والتحالف لا نستطيع التأكيد المعارضة السورية الحل في معزق نصل إلى الصحف الأجنبية وبداية مع The Daily Star إلى اليوم لبنان يمهد الطريق لأول انتخابات نيابية منذ تسعة أعوام روسيا تتأكد إذا استهدفت البغدادي في أحدى غاراتها وبالعنوين الأخرى ترامب يلغي انفتاح أوباما نحو كوبا من The Daily Star منتابع مع ترجمة لعنوين صحيفة لوريون الجور قانون الانتخاب طوية الصفحة هالمتكول رحيله مستشار الوحدة وبعنوين أخير وداعه إمانويل بون الجميل في لبنان من لوريون الجور إلى صحيفة الشرق الأوسط وبأبرز العنوين تجهيز قائمة شكاوى رباعية ضد قطر وزراء خارجية السعودية عفوا الشرق لكن الشرق نجح من انتقل للشرق الأوسط لكن بعنوين صحيفة الشرق لبنان يدخل عصر نسبية بري أفضل الممكن تداركا لأزمة مصير الحريري يرفض بروباغندا لجميل والحراك المدني يصدم بالقوى العسكرية والأمنية جعجع القانون مثالي ويتبكون بدون سبب صليبة رئيس الشبكة الداعشية كان سيعلن إمارة لبنان وبعنوين أخير طربي يعلن لائحته وصفير يستمر في المعركة هلأ نصل لعنوين صحيفة الشرق الأوسط وبعنوين لليوم تجهيز قائمة شكاوى رباعية ضد قطر وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين للندن تغيير النظام ليس هدفا ناجا من درعا يحترق في لندن بلدة نحل اللبنانية تتوقع الأسوأ عن عائلة مفقودة موسكو تعيد الجدل حول مصير البغدادي إردوغان لست راضيا عن التوسع الفارسي بارزاني استفتاء كردستان للاستقلال وختيما هلمتكول يغادر إلى التاريخ كان مهندس توحيد ألمانيا وجوهر أوروبا من الشرق الأوسط إلى صحيفة الجمهورية يلي معها رح نختم جولتنا على صحف بيروت لليوم التفاهم طوى بقانون الدرورة مرحلة تحدي إثبات الأحجام قمة فرنسية تركية قطارية موسكو ترجح مقتل البغدادي في الرقة وبيعنوان أخير جولدن ستيت ووريورز بطل لا يقاوم وبيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية متل صباح كل نهار سابت ملحق طب ودواء هيك من كنوصلنا على ختم جولتنا على صحف بيروت لليوم رح نتقفها مع بريك علينا ومن بعد جولة على أبرز المواعيد الفنية والثقافية مع جوال ذلك المعنى موسيقى 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 موسيقى